بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي التجالي في حلقة همة جداً وهي حلقة المراجعة النهائية لمادة الإحصاء طبعاً زي ما احنا شفنا في حلقات الشرح مادة الإحصاء مادة لذيذة جداً والأسئلة بتاعتها بتكون أسئلة بتعتمد على الفهم والتحليل وليس على الحفظ في بداية حلقتنا النهاردة عاوزين نقول أو نستعرض مع بعض موضوعات المنهج اللي عندي اللي احنا اشتغلناها مع بعض في الحلقات السابقة قلنا عندي موضوع الاحتمالات وده عليه سؤال أساسي طبعاً في أي امتحان موضوع مهم جداً 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 اللي هو موضوع الاحتمالات وعندي كمان موضوع التوزيع الطبيعي وعرفنا أن التوزيع الطبيعي بينقسم لتوزيع طبيعي معياري وتوزيع طبيعي غير معياري وبعد كده دخلنا مع بعضة موضوع العينات وبعد العينات شفنا موضوع الارتباط والانحضار وختمنا المنهج بتاعنا بموضوع السلاسل الزمنية ومعادلة الاتجاه العام هنبدأ النهاردة حلقتنا ان شاء الله بالموضوعات دهيت وجايبين افكار كتير جدا جدا معنا اتمنى ان شاء الله تكون حلقة ممتعة لحضراتكم ونكون بنقربكم من النجاح بخطوات على شاشة قناتكم مفضلة قناة مصر التعليمية تعالوا مع بعض نشوف المراجعة هتبدأ معنا بايه بنقول اول حاجة جزء نظري بيقول لي عرف الاحتمال ايه هو الاحتمال اللي عندي يعني احتمال اقول له الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية يعني حضرتك الفريق اللي بتشجعه بيلعب نهائي بطورة ايه الاحتمال اللي عندك؟ ايه الاحتمال اللي يفوز او يخسر يبقى طبعا الاحتمال هنا نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية هل الاحتمال كان إما الفوز أو الخسارة يبقى حضرتك الفوز نسبته 50% والخسارة نسبتها 50% عندي لما بمسك زهر سنرد اللي بتاعة حجر الطاولة أو السلم والتعبان ده مكعب مرقم بالأرقام الواحد لستة لو حضرتك رميت المكعب ده على سطح أملس زهر سنرد دي لو رميناها على سطح أملس هتقول لي أنا عارف كل اللي هيطلع قبل ما يطلع قلتلي عارف يا يطلع يا واحد أو اتنين أو تلاتة أو اربعة أو خمسة أو ستة طب لو قلتلك احتمال ظهور عدد فردي قلتلي واحد أو تلاتة أو خمسة يبقى هنا ده الحدث قلتلك حدث ظهور عدد فردي قلتلي واحد أو تلاتة أو خمسة عدهم كده قلتلي دول تلات أرقام طب عد فضل عينا كله قلتلي دول ستة أرقام يبقى الاحتمال هو الممكن على الكل الممكن كان كام؟ ثلاثة والكل ستة يبقى الاحتمال عندي ثلاثة على ستة بيساوي نص نرجع تاني لتعريف الاحتمال بقولوا الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية طب أنا سمعت كلمتين في التعريف كلمة الحدث وكلمة المجموعة الكلية تعالوا أقولوا شو في عين المجموعة الكلية دي فاكر لما قلنا هنرمي ظهرة النار ده يطلع يا واحد أو اتنين أو تلاتة أو اربعة أو خمسة أو ستة يبقى ده حضرتك اسمه فضاء العينة يبقى فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة يبقى أول تعريف عندي جل عرف الاحتمال وكمان عايز يعرف العينة والحصر الشامل وإحنا من عندنا قلنا فضاء العينة قلنا الاحتمال لنسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة طب لو عايز يعرف الحدث أقوله هو مجموعة جزئية من فضاء العينة طيب وكمان عايز اعرف العينة وعايز اعرف الحصر الشامل عند دراسة اي مجتمع يقوم الباحث بدراسة المجتمع كله او بدراسة جزء من المجتمع يعني لو انا عايز اعمل تحليل كورونا لمكان معين قدامك احتمالين او قدامك طريقين ياما تعمل التحليل لكل اللي موجودين في هذا المجتمع ياما تختار عينة عشوائية او تاخد بعض مفردات هذا المجتمع وتعمل الايه العين الاسلوب الاول اسمه الحصر الشامل الاسلوب التاني اسمه العين تعالا معايا تاني نقرأ للتعريفات الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث بالنسبة للمجموعة الشاملة او الكلية العينة بتاعتنا يقوم الباحث فيها بدراسة جزء معين جزء معين مش هياخد كل المفردات او نسبة معينة من افراد المجتمع الاصل طيب اسلوب الحصر الشامل بيقوم الباحث بدراسة جميع افراد المجتمع موضوع او محل الدراس يبقى الفرق من العينة والحصر الشامل العينة بناخد جزء من المجتمع الحصر الشامل بناخد المجتمع كله طيب اكمل هناك اسلوبان لجمع البيانات هما نقط ونقط مما زال عينة العشوائية الطبقية نقط ونقط عملية التنبؤ بقيمة احد المتغيرين بمعلومية المتغير الاخر تعرف بانها نقط ممكن يجيلي سؤال اكمل في الامتحان زي ما حضرتك شايف يجيلك نقطتين او تلاتة واعاود حضرتك تكمل مكان النقط على طول اقول له هناك اسلوبان لجمع البيانات لسه يليلهم مع بعض العينة والحصر الشامل طيب ايه مازال العينة العشوائية الطبقية بيقول لي انها اضق تمثيلا للمجتمع بيكون التمثيل بتاعها تمثيل دقيق ويقل فيها خطأ الصدفة والتحيز ركز معايا في بعض الاسئلة وطبعا كان فيه جزئية كمان ما قلنهاش اللي هي التنبؤ باحد المتغيرين بقيمة احد المتغيرين بمعلومية الاخر ده طبعا الانحضار طيب اكمل الحدث نقط هو الحدث الذي لا يمكن وقوع حدث مش ممكن يقع يبقى بنسميه حدث ايه برفع عليك سامعة كنت بتقول لي حدث مستحيل ده حدث مستحيل ممكن تقول لي زي ايه ظهور العدد سبعة في ظهرة النارد يبقى هنا الحدث المستحيل هو الحدث الذي لا يمكن وقوع ظهور الشمس ليلا مش ممكن طبعا يبقى ده حدث مستحيل يبقى الأحداث المستحيلة أو الحدث المستحيل هو الحدث الذي لا يمكن ظهره عندي نوع كمان من الأحداث الحدث المؤكد الحدث المؤكد ده لازم يحصل ما فيهوش كلام اللي هو تعييف الحدث المؤكد بقوله هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العين يعني حضرتك لما قولك عند إلقاء ظهرة نرد أنا خلاص رميت ظهرة النرد احتمال ظهور عدد أقل من سبعة قلت ليه طبعا ده يطلع ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحد أو واحد واثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة وكلهم أقل من السبعة يبقى ده حدث مؤكد يبقى ده حدث مؤكد لما تقول احتمال ظهور الشمس نهارا طبعا ده حدث مؤكد يبقى الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العين كمان عندي نوعي من الأحداث مهمين جدا عشان يقابلونا في بعض التمارين الأحداث المتنافية والأحداث غير المتنافية نمتكز مع بعض الدول الأحداث المتنافية والأحداث غير المتنافية والأحداث المتنافية هي الأحداث الذي إذا وقع أحدها يمنع وقوع الآخر زي الصورة والكتابة في قطعة النقود لو حضرتك مسكت قطعة نقود والقطعة على سطح أملس لو ظهرت صورة هتلاقي الكتابة مستخبية تحت شتزهر يبقى ظهور الصورة منع ظهور الكتاب ولو ظهرت كتابة هتلاقي الصورة مستخبية يبقى ظهور الكتابة يمنع ظهور الصورة يبقى الأحداث المتنافية هي أحداث إذا ظهر أحدها لا يمكن ظهورها الآخر لذلك لا يمكن ظهورها معا لا يمكن ظهورها معا لذلك أنا سمع طالب شاطر قال لي سمع كلمة معا قال لي يا مستر الأحداث دي لا تتقطع برفع عليك طبعا الأحداث المتنافية لا تتقاطع طبعا عندي كمان الأحداث غير متنافية هي أحداث إذا وقع أحدها لا يمنع وقوع الآخر زي إيه؟ زي إن حضرتك تنجح وتدخل الجامعة طبعا ننجحت وعايز أدخل الجامعة ده يمنع طبعا لا زي إن حضرتك تنجح وتشتري موبايل لا عنديش مشكلة زي إن تاجر يبيع الغسالة ويبيع التلاجة في معرب الأدوات الكهربائية يبقى بيع الغسالة لا يمنع بيع التلاجة يبقى يمكن ظهور الحدثين معا يبقى دي أحداث غير متنافية زي إن حضرتك تنجح في الرياضة وتنجح في الأحصى يبقى دي أحداث غير متنافية نجاحك في الرياضة لا يمنع نجاحك في الأحصى يبقى الأحداث غير متنافية هي أحداث إذا وقع أحدها لا يمنع وقوع الآخر وعندي كمان معلومة مهمة جدا 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 مع بعض نقولها في الأحداث الغير متنافية إنها يمكن أن تتقاطع لذلك ممكن كمان يقولك الأحداث نقط لا تتقاطع تقول العصول الأحداث الآيه الغير لا تتقاطع بالأحداث الآيه المتنافية الأحداث المتنافية الأحداث المتنافية لا تتقطع يبقى أخذنا الأحداث المتنافية والأحداث غير متنافية عندي سؤال كمان مهم جدا بقول المقياص الإحصائي الذي يصف شدة العلاقة بين الظاهر هو طبعا معامل الارتباط الوسط الحسابي للتوزيع الطبيعي المعياري هو طبعا الوسط الحسابي للتوزيع المعياري هو صفر والانحراف المعياري واحد يبقى أن رجعهم بسرعة ثاني قلنا الحدث المستحيل هو الحدث الذي لا يمكن وقوعه أبدا وقلنا كمان أن المقياص الإحصائي اللي بيصف شدة العلاقة بالظواهر هو معامل الارتباط والوسط الحسابي للتوزيع الطبيعي المعياري بيساوي سفره للانحراف المعياري للتوزيع الطبيعي المعياري بيساوي واحد طيب أكمل احتمال ألف شرطة اتحاد به شرطة خد بالك عيد ألف شرطة اتحاد به شرطة طيب شطر جدا قال لي ده الشرطة على الألف وبه يبقى واحد واعكس واحد ناقص العكس يبقى واحد ناقص الاتحاد يبقى ديّة الإجابة بتاعتنا هقوله بتساوي واحد ناقص ألف تقاطع به يبقى ألف شرطة اتحاد به شرطة بيساوي واحد ناقص التقطع. تب لو هي كانت السؤال احتمال ألف شرطة تقطع به شرطة بيساوي واحد ناقص ليه؟ اقول له واحد ناقص ألف اتحاد به. يبقى لو جابلي التقطع اخليها انا اتحاد. لو جابلي اتحاد اخليها تقطع. بس في شرط يكون الشرطة على الاتنين. اذا كان نون مجلسين صار. بيساوي مجلسين في مجلس صار طالب شاطر قال لي ده الباص بتاع قانون بيرتون يا مستر قلت لك صح جدا لو البص ده الجزء اليمين قبل علامة الناقص بيساوي الجزء الشمال بعد علامة الناقص تقولي تب ما كده لو طرحتوه من بعضها هيدي صفر اقولك تحياتي لحضرتك دي مسألة فيها تفكير هنا لو البصت صفر الصفر على اي شيء يدي كام قلت لي صفر طبعا يبقى كده الناتج النهائي لمعامل الارتباط هيكون صفر يعني لا يوجد ارتباط سئلة مهمة جدا وفيها افكار جميلة جدا عملية التنبؤ بقيمة احد المتغيرين زي ما قلنا طبعا كانت الانحضار هنا بقى سؤال جميل جدا على موضوع الانحضار بيقولي من البيانات الاتية للظاهراتين سين وصاد مجموعة سين كان 42 ومجموعة صاد كان ب24 والنون عدد المفرادات او عدد القيم كان ب6 ومجموعة سين تربيع كان ب322 ومجموعة سين في صاد كان ب184 اوجد افضل قيمة للصاد عندما سين ب15 نقرأ التمرين تاني كده وبعدين فيه حاجة جميلة جدا حصلت في التمرين انا متأكد ان الطلبة الشطار لحظوها ده ما قاليش هو عايز معادلة انحضار صاد على سين ولا معادلة انحضار سين على صاد ايه مصر ده تابو انا هعمل ايه في الحالة دي احل بمزاجي انا كده اللي تيجي على المرحة اقولك لا طبعا اقرأ قويس المطلوب قال لي هقرأ المطلوب تاني اوجد افضل قيمة لصاد لمين لصاد يبقى دي معادلة انحضار صاد على سين اللي كنا بنسميها مع بعض اب او كنت بستخدم فيها الالف والبه لذلك هبدأ على طول اجيب كمت الالف انا خلاص حددت انها معادلة انحضار صاد على سين بجيب كمت الالف الالف بتيجي ازاي قلت دي القانون الالف احنا قلناها بكده في حلقات الشرح نون في مجسين صاد ناقص مجسين في مجس صاد على نون في مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع ده قانون الالف طيب بعد إزنك المسترع عايزين معود يبقى لازم هارجع للتمرين بتاعي هشوف النون بكام قلتيله النون بستة ومجسين صاد في مية اربعة وثمانين ومجسين اتنين واربعين ومجس صاد 24 ده البصط اهو ستة في مية اربعة وثمانين ناقص اتنين واربعين في اربعة وعشرين لين البصط كان بيقول نون في مجسين صاد ناقص مجسين في مجس صاد عملت البسط بجيب بقى المقام النوم في مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع النوم بستة مجسين تربيع ب322 ناقص مجسين في نفسها او مجسين الكل تربيع 42 تربيع بالقالة الحزبة الجميلة واخد بالك كويس اشتغل خطواتك على قالة بالتدريج وبالراحة وما تستعجلش وركز جدا في الارقام اللي بتدخلها للقالة هتلاقي الالف عندك ب57 من 100 حضرتك كده حصلت على قيمة الف بقي كمان احصل على قيمة به البه بيساوي مجموع صد ناقص الالف اللي احنا حصلنا عليه من شوية اللي كانت قيمته 57 من 100 في مجموع سين على نون مجموع صد كان ب24 ناقص الالف كان ب57 من 100 في مجموع سين كان ب42 نقسم على النون بتاعتنا 6 الا اني عندي قيمة البه بواحد من 100 يبقى حصلنا على قيمة الالف ب57 من 100 وحصلنا على قيمة البه بواحد من 100 اقدر اعمل ايه بعد كده انا جبت الالف والبه وده اهم حاجة عندي واصعب جزء في التمرين معاني التمرين كله سهل ان شاء الله اقدر على طول اقول له معادلة انحضار صد على سين الصد بتساوي الف سين زائد به الالف والبه موجودين هم يبقى الصد اشيل الالف الصد بتساوي اشيل الالف وحط 57 من 100 وانزل السين زي ما هي زائد اشيل البه وحط 1 من 100 كده انت حضرتك حصلت على معادلة انحضار صد على سين بس هو كان عاوز افضل قيمة لصد عندما سين ب15 هكتب المعادلة تاني وقول له الصد بتساوي 57 من 100 سين زائد 1 من 100 بس انا هنا عاوز اشيل السين وحط مكانها 15 يبقى 57 من 100 فيه شلنا السين هي وحطنا مكانها كام تحتها 15 زائد 1 من 100 يطلع 58 و56 من 100 بكده انتهت تمرين ما عندكش اي مشكلة في تمرين الحضار اول حاجة ببتدي اجيب الف ببتدي اجيب ب ببتدي اعمل المعادلة وبعدين اعود سكمة المعادلة عشان اجيب افضل قيمة لصد ممكن كمان يديني تمرين الحضار في صورة جدول يبقى التمرين اللي فات ده عايزك تبص لحظة هنا معايا على الشاشة هنا ده كان صورة جدول وفيه قيم 2 3 7 8 4 6 6 قيم والصد 2 3 5 2 3 5 6 قيم خد بالك التمرين ده كان مديني جدول فيه سين وصد وانا اللي هشتغل بقى عشان اطلع مجموع سين وطلع مجموع صد وطلع مجموع سين في صد وسين تربيع طبعا مش احتاج سات تربيع لانه دي موعد من حضار صد على سين هرجع بقى شوف التمرين اللي فات كان عامل ايه فيه هقولك ايوه برضو عليك سمع ناس كتير قالت لده التمرين ده اسمه تمرين جاهز لانه مديني مجسين جاهزة مديني مجسات جاهزة مديني النون مديني القيم كلها فانا ما عنديش مشكلة في هزي الجزئية لانه مديني تمرين جاهز يبقى انا عرفت كده ان مديني تمرين جاهز حلته على طول بالالف والبه والمعادلة اما لو مديني تمرين مش جاهز يعني في الصورة دي هنا يا مستر لازم اعمل جدول من اربع خنات هنعمل جدول من اربع خنات الجدول الاربع خنات ده هبتدي قنقل من ورقة الاسئلة اللي عندي في الانتحان قيم سين كلها وقيم صاد كلها يلا احفظ معايا كده اتنين تلاتة سبعة تمانية اربعة ستة اجمعهم هتلاقي تلاتين عندك قيمتهم كام تلاتين او مجموعهم تلاتين الصاد نرجع للصاد نشوفها كانت اتنين تلاتة خمسة اتنين تلاتة خمسة اهي اتنين تلاتة خمسة اتنين تلاتة خمسة جمع مجموع صاد يدي لك عشرين تعال لاشوف سين صاد سين صاد دي هنعمل بيها ايه تعال شوف معايا هل اضرب السين في صاد يبقى هضرب اول قيمة للسين في اول قيمة للصاد اتنين في اتنين بروفو عليك حططها في اربعة حطط الاربعة في خانة سين صاد يلا اللي بعديها مع بعض تلاتة في تلاتة بتسعة سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين تمانية في اتنين بستاشر اربعة في تلاتة بいانشر ستة في خمسة بثلاثين عايز اجمع خانة سين في صاد يطلعه مئة وستة يمسكي القلة كده وجمع معي واللي أربعة زائد تسعة زائد خمسة وتلاتين زائد ستاشر زائد اتناشر زائد تلاتين يطلع معاك مية وستة آخر خانة في الجدول اسمها خانة سين تربيع والطلب الشطار اللي كانوا بيحضروا معنا الحلقات على شاشة كراس مصر التعليمية الصرح العظيم اللي قدم لنا كل شيء في السنة اللي فاتت واللي قبلها والسين اللي فاتت هيقول لي يا مستر حضرتك قلت لنا سين تربيع قلت لنا سين تربيع بتيجي ازاي بيرضع ليك سامع الطالب قال لي انا هضرب السين في نفسها يبقى كل سين اضربها في نفسها يعني ما نجدعه بالصاد يا مستر طبعا ما نجدعه بالصاد انا هنا عاوز سين تربيع يبقى هضرب سين في سين لما يطلب منك سين تربيع بتضرب سين في سين راجع كده معايا بقى الجدول كله اربع خانات وقتلي الاربع خانات دول عبارة عن ايه السين والصاد والسين في صاد والسين تربيع السين تربيع جات ازاي وقتلي هضرب السين في نفسها اتنين في اتنين باربع ثلاثة في ثلاثة بتسعة سبعة في سبعة تسعة واربعين تمانية في تمانية باربعة وستين أربعة في أربعة بستاشر إحنا بنعمل في آخر خانة خالص هي ستة في ستة بستة وتلاتين جمع يطلع معاك مية تمانية وسبعين تحيات الحضرات الجميل جدا 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 ومجرد إنك خلصت الجدول بقت مسألة مفيش أسهل منها لإنك خلاص هتجيب كمت الألف زي ما عملناها المرة اللي فاتت وترجع تجيب كمت البه وبعدين ترجع تجيب معادلة انحضار صاد على سين ولو عاوز كمان أفضل قيمة للصاد عندما سين تساوي عشرين بمنتهى البساطة يبقى نخطف لانحضار معادلة انحضار صاد على سين عملنا تمرين على بيانات جهزة وتمرين على بيانات غير جهزة طيب عندي موضوع مهم جدا وسهل جدا وكلنا بنحبوا اللي هو موضوع العلاقة من الارتباط والانحضار لو فاكرين كويس عملنا موضوع العلاقة عملنا مسلس كده فوق وكتبت فوق اللي هي الره تربيع وتحت ألف في جيم يبقى قلت لو عايز الره بيساوي جزر ألف جيم لو عايز الألف بيساوي ره تربيع على جيم لو عايز الجيم بتساوي ره تربيع على ألف طيب افتكر مع بعض إيه الألف وإيه الجيم أفكرت بسرعة في معادلة انحضار صاد على سين كده معايا الستة من عشرة مكتوبة بالأزرق جنب السين برافو عليك الستة من عشرة دي اسمها قيمة الألف أو معامل لانحضار يليه مكتوبة بالأزرق قدام حضرتك دي يبقى الصاد بتساوي ستة من عشرة سين زائد أربعة واثنين من عشرة كده الألف بكام ما ليش داعب الأربعة واثنين من عشرة ما ليش داعب السين الألف عندي بستة من عشرة يبقى لما دي لك معادلة ودي لك رقم قبل السين بتعرف أن أنا أقصد أن الألف هو الرقم اللي قبل السين معادلة انحضار الصاد على صاد السين بتساوي خمسة وعشرين من مية صاد زائد اثنين وثلاثة من عشرة قلت لقى دي يامستر دي معادلة انحضار الصاد على صاد يبقى هنا اللي قبل الصاد ده اللي هو الخمسة وعشرين من مية ده اسمه معامل انحضار الصاد على صاد أو معامل صاد هنا على طول تقول لي إيه بقى طب انت ادتني المعادلتين ليه؟ علشان أوريك اللي فيها ألف وفيها جيم أعمل إيه بقى بالألف والجيم دول على طول أنا عايز معامل الارتباط أقول لي معامل الارتباط أنا صلعت ألف من المعادلة وطلعت جيم من المعادلة بمنتهى البساطة أقول لي معامل الارتباط عندي رهب يساوي الجزر ألف جيم بس فيه حتة مهمة جدا بقى لو حضرتك القيم سالبة بتاعة الالف وبتاعة الجيم وجبت تحسبها على الآلة الآلة تدي لك موجب ولو القيم موجبه برضو الآلة تدي لك موجب تبقى اعمل ايه في المشكلة دي يا مستر؟ اقولك لا احنا حلناها بطريقة سهلة جدا وقلنا ان دايما 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 ان قمت الالف وقمت الجيم وقمت الره لازم يكون نفس الاشارة يعني الالف موجب والجيم موجب تبقى كمان معانا الره موجب لو الالف سالب والجيم سالب يبقى كمان معنا الره سالب يبقى دايما الالف والجيم والره بياخدوا نفس الإشارة يا إما الثلاثة مجابات يا إما الثلاثة سوالب تعالوا نشوف مع بعض في التمرين هنحل الره إزاي ونعوض عن قيمتها من التمرين احنا اتفقنا أن الره بتساوي جزر الالف في جيم تعالوا شوف معايا كده حضرت طلعت من المعادلة أن الالف بستة من عشرة والجيم بخمسة وعشرين من مية والره مش موجودة هتقول لي إيه؟ هتقول لي الره بيساوي جزر الالف في جيم يبقى الره بيساوي جزر ستة من عشرة في خمسة وعشرين من مية على طول تحت الجزر اشتغل بالقالة اكتب الأول الجزر واكتب جوه الجزر علامة ستة في علامة اتنين خمسة يطلع بتسعة وتلاتين من مية طبعا ده ارتباط طردي علشان موجود زي ما قلتلك تاني العلاقة بالارتباط والحضرت حسبت إزاي؟ قلتلك ره بتساوي جزر الالف في جيم طيب عندي كمان تمرين من التمرين المهمة جدا جدا ودايما بتكون موضع امتحانات اللي هي سؤال عن الاحتمالات إذا كان احتمال بيع السلعة ألف بخمسة من عشرة واحتمال بيع السلعة به باربعة من عشرة واحتمال بيع أي من السلعتين بسبعة من عشرة يعني يا أي من السلعتين؟ يعني للتحاد يعني للتحاد هتقول لي احتمال بيع السلعتين معا يبقى هو عايز يحسب احتمال بيع السلعتين معا كلنا شطار وعارفين احتمال بيع السلعتين معا اللي هي التقاطع كمان مطلوب كمان عاوز احتمال بيع السلعة ألف وعدم بيع به السؤال ده من الأسئلة المهمة جدا ونركز فيه مع بعض نقرة تاني كويس احتمال ألف كان بنص احتمال بيع كان باربعة من عشرة احتمال أي من السلعتين اللي هي طبعا كلمة أي من السلعتين أو سلعة واحدة على الأقل اللي هو الاتحاد يبقى حضرتك الاتحاد كان معاك بسبعة من عشرة ارجع بقى شوف المطلوب احتمال بيع السلعتين معا اللي هو التقاطع هتقول لي على طول أقدر حل وقول له احتمال ألف تقاطع به بيساوي احتمال ألف زائد احتمال به نقص احتمال الاتحاد يبقى نص زائد أربعة من عشرة نقص سبعة من عشرة يطلع اتنين من عشرة تبعيز احتمال بيع ألف وعدم بيع به هتقول لي احتمال بيع ألف يبقى احتمال ألف وعدم بيع به اللي هي تقاطع به الشرطة أو هي هي احتمال ألف فرق به يبقى ممكن تقول احتمال ألف تقطع بشارطة أو تقول احتمال ألف فرق به على طول احتمال ألف فرق به بيساوي الأول نقص التقطع يبقى أي فرق في الدنيا عندي بقوله دايماً الأول نقص التقطع يبقى احتمال ألف نقص احتمال التقطع يبقى 6 من 10 نقص 4 من 10 يطلع 2 من 10 ده كان سؤال جميل جداً وعندي سؤال تاني إذا كان احتمال ألف بسبعة من عشرة واحتمال به بخمسة من عشرة يبقى مدين الألف بسبعة ومدين البه بكم بخمسة واحتمال الاتحاد بثمانية من عشرة المطلوب احتمال ألف تقاطع به طيب كان ممكن يا مثل في التمرين يديني التقاطع ويطلب الاتحاد هي هي ما عنديش مشكلة خالص كنت أقول له الاتحاد بيساوي ألف زائد به ناقص التقاطع يبقى هنا طالب التقاطع وطالب به فرق ألف خلي بالك أل به الأول به فرق ألف يبقى هنا طبعاً هيساوي احتمال ال به ناقص احتمال التقاطع وصالت كمان احتمال ألف شرطة تقاطع به شرطة يبقى أنا عايز ألف شرطة تقاطع به شرطة الشرطة على الاتنين بربه عليك يبقى واحد ناقص الاتحاد بعكس على طول تعالوا نحلوا مع بعض ونشوف احتمال ألف تقاطع به قلنا كلنا التقاطع بيساوي ألف زائد به ناقص الاتحاد يبقى سبعة من عشرة زائد خمسة من عشرة ناقص ثمانية من عشرة يطلع أربعة من عشرة عايز به فرق ألف يبقى له الأول ناقص التقاطع يبقى به ناقص التقاطع يبقى له كان بخمسة من عشرة والتقاطع كان بأربعة من عشرة يبقى به فرق ألف بواحد من عشرة آخر المطلوب كان عاوز احتمال ألف شرطة تقاطع به شرطة هتقول لي واحد ناقص الاتحاد يبقى واحد نقص ثمانية من عشرة يطلع اتنين من عشرة تمرين الاحتمالات متنوعة وبتيجي بطرق كتير جدا دايما هنشوف كمان في التمرين اللي معانا بقول لي في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة ظهرة النارد أو حجر الطاولة أو المكعب اللي بتلعب بالسلم والتعبان اللي هو مرقم من واحد لستة هرميه مرة واحدة قلت لي قبل ما تتكلم يا مصدر أنا خلاص عرفت الفضاء العينة الفيه بيساوي قص مجموعة واحد أو اتنين أو ثلاثة أو اربعة أو خمسة أو ستة طيب عاود مني عاود احتمال احتمال حدثين الحدثين ده اللي هو زهور عدد ايه؟ اولي خد بالك في حلقات الشرح قلنا للاعداد الاولية عبارة عن ايه؟ في حلقات الشرح قلنا للاعداد الاولية كانت عبارة عن اي عدد يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد الصحيح فقط ودايما بيكون له عاملين من العوامل عشان كده الواحد مش عدد الاولي طيب ايه العدد الاولي اللي في تجربتنا؟ العدد الاولية قلت لك الاتنين وفعلا الاتنين ما بتقبلش الاسم على حد تاني على نفسه وعلى الواحد الصحيح طيب التلاتة برافو عليك التلاتة ما بتقبلش الاسم اللي على نفسه وعلى الواحد الصحيح الاربعة لا طبعا ده الاربعة بتقبل على الاربعة وعلى الاتنين وعلى الواحد يبقى مش اولي تب الخامسة برفع ليك الخامسة أولي الخامسة ما بيقبلش اسمه إلا على نفسه وعلى الواحد الصحيح يبقى أنا عندي الأعداد الأولية اللي موجودة في التجربة بتاعتي اتنين وثلاثة وخمسة في تجربة إلقاء الظهر اتنى لدي مرة واحدة الأعداد الأولية اللي موجودة في فضاء العينة لأن الفضاء عندي واحد أو اتنين أو ثلاثة واربعة وخمسة أو ستة الأعداد الأولية اللي موجودة جواه لاتنين والثلاثة والخمسة عددهم كم عنصر في الحدث قلت لي 3 بس فضاء العينة كله كان 6 يبقى تقسم 3 على 6 يطلع نص ده الاحتمال يبقى فيه فرق من الحدث والاحتمال الحدث بتشوف العناصر اللي متوفر فيها الشرط ده جوه الفضاء العينة أما الاحتمال عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة لأن اتفقنا من الاحتمال نسبة الاحتمال كان نسبة تحاكم الحدث إلى المجموعة الكلية طيب عندي كمان تمرين او عندي كمان مطلوب في التمرين عايز احتمال الحدث الصاد الذي يمثل زور عدد زوجي يا جماعة العدد الزوجية لعندي اي عدد بيقبل اسم على اثنين يا مستر بسهلة خالص طيب ايه العدد الزوجية بفضل العين على عندي قلتيلي الفضل عندي بيقولوا واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة تمام برافو عليك طيب حضرتك عايز العدد الزوجية أيوة يبقى لك اتنين واربعة وستة كده انت جدت الحدث عددهم كام قلت لي عددهم ثلاث عناصر من أصل كام في فضايا العينة قلت لي ستة يبقى ثلاثة على ستة فيها النص كم ممكن يطلب مطلوب جميل أو في التملين ده يقول لي احتمال الظهور أو الأول هات حدث ظهور العدد سبعة عايز ظهور العدد كام سبعة قلت لي مش ممكن يا مستر ده مستحيل يحصل ده الظهر عندي آخره ستة حضرتك بتقول ليه بقول لك مستحيل يبقى ده حدث مستحيل طيب الحدث المستحيل اللي هو اسمه فاي اسمه ايه فاي أو المجموعة الخالية طيب احتمال الحدث المستحيل برافع ليه بيساوي صفر يبقى لازم أفرق بين الحدث وبين الاحتمال الحدث المستحيل اسمه فاي الاحتمال الحدث المستحيل أو احتمال الفاي بتساوي صفر زي ما احنا شايفين ده الحل بتاع التمرين بتاعنا عندي كمان بيقول لي صندوق بيه بطاقات مرقمة من واحد الى خمسة اكتب فضاء العينة طيب بعد ديتنا في مصر ده الصندوق فيه بطاقات او كروت مترقمة من واحد لكم؟ لخمسة يبقى انا لو جيت اسحب كارت من دول ممكن يطلع معايا الواحد او الاثنين او التلاتة او الاربعة او الخمسة خد بالك اللي حضرتك قلت ده هو فضاء العينة اللي حضرتك قلت ده هو الفه يبقى الفه بتاعتنا بتساوي واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة طيب حدث ظهور عدد زوجي قلت ليه؟ حدث ظهور عدد زوجي هتكون اللي اتنين والايه والاربعة يبقى اتنين واربعة عددهم كام عنصر اتنين يبقى الاحتمال بيساوي عنصرين من قصر خمس عناصر بيساوي اربعة من عشر موضوع مهم جدا وسهل جدا وكل الناس بتحب الموضوع ده وبتقافل فيه درجات النهية ان شاء الله مجتمع مكون من اربع طبقات بقى انها كان قاتي ميم واحد وميم اتنين وميم تلاتة وميم اربعة المطلوب توزيع عينة مكونة من ربعمائة وخمسين مفردة بالتخصيص المتناسب او التوزيع المتناسب عندي الاربع طبقات ميم واحد الف ومتين ميم اتنين بقى الف وتمنمية ميم تلاتة بقى الفين ميم اربعة باربع تلاتة اجمع كده مجموعة طبقات الاربعة الف ومتين زائد الف وتمنمية بقى تلات تلاف زائد ألفين خمسة زائد أربعة تسع تلاف يبقى المجموعة عندي كام؟ تسع تلاف هتقولي بمنتهى البساطة يا مصدر المجموعة تسع تلاف يبقى لازم التسع تلاف دي تبقى في المقام في كل إيه؟ العينات يبقى حجم العينة من الطبقة الأولى أخذ الطبقة الأولى اللي كانت 1200 وأقسمها على التسع تلاف اللي هي حجم المجتمع وأضرب في حجم العينة اللي احنا كنا نختارها كانت 450 فكلمة لك العينة مجزرة كانت يبقى حجم تقولي 1200 على تسع تلاف في ربعمية وخمسين يطلع كام؟ يطلع بالألة ستين اللي بعديها الطبقة التانية الطبقة التانية مصدر دي كان عايز يختار منها 1800 يبقى تقولي 1800 على تسع تلاف في ربعمية وخمسين يطلع تسعين الطبقة التالبة دي كانت 2000 يبقى تقولي 2000 على تسع تلاف في ربعمية وخمسين يطلع مية الطبقة الرابعة والأخيرة كانت 4000 يبقى تقولي 4000 على تسع تلاف فالربعمائة وخمسين يطلع متين لحد هنا انا حليت كويس وحليت صح بس اخد بالك عشان اتأكد ان التمرين بتاعي تحلي صح ارجعت انا شوف العينة كانت كام قلتين ربعمائة وخمسين توزيع عينة مكانها من ربعمائة وخمسين اهي اقولوا طيب هنا بقى سيادتك هتمسك الاقل حسبة وتدمع النواتج الاربعة اللي حضرت طلقتها لو النواتج الاربعة كان مجموعهم ربعمائة وخمسين يبقى سيادتك اجابتك اجابة سليمة يبقى لو انت جبت النواتج الاربعة اللي عندك كان مجموعهمية وخمسين يبقى حضرتك اجابتك اجابة سليمة طيب لو ما كانوش ربعمائة وخمسين يبقى حضرتك عندك الغلطة في الالة او حسبت حاجة غلط او عوضت عن حاجة غلط ويريد بسرعة بسرعة ترجع تراجع مسألتك طيب نجمع مع بعض كده النواتج على الالة يلا هتجمعها بربع عليك طلقت ربعمائة وخمسين يبقى انا التمرين بتاعي اتحل صح وبطريقة سليمة عندي موضوعين في العينات هم اهم موضوعين اللي هو موضوع التخصيص المتناسب والتخصيص الامسل رجعنا على التخصيص المتناسب في التخصيص الامسل لازم يا جماعة يكون عندي انحراف معياري للتمرين طيب بعض التمرين مستركات موجودة في الكتاب المدرسي وبالمناسبة الكتاب المدرسي هو المرجع الاساسي لنا كلنا ما ليش دهب اي حد تاني الكتاب المدرسي ده هو الاساس اللي بيتحط فيه على اساس الانتحانات اللي بيتعمل على اساس التوجهات هو الاساس للمدرس هو الاساس للطالب هو الاساس لنا كلنا يبقى بنقول الكتاب المدرسي هو المرجع الاساسي والوحيد لنا نرجع تاني بقى للتمرين بتاعنا او الكلام اللي كنا بنتكلمه كنا بنتكلم ان عندي موضوعين مهمين جدا اللي هو التوزيع المتناسب والتوزيع الامسل حليني على التوزيع المتناسب تعالوا نشوف تمنع على التوزيع الأمثل بيقولي من البيانات التالية من البيانات التالية الطبقة وحجم الطبقة والانحراف المعيالي طيب يا مستر إحضارك قلت لازم يكون عندي انحراف معيالي أنا ما ببص على بعض التمرين في الكتاب أو في امتحانات سابقة ما بلقيش لانحراف المعيالي ده بيديني التباين بيديني إيه التباين أقولك تمام وإيه المشكلة قلتيني ما حضارك لسه الوقتي بتقول ما ينفعش حل التمرين من غير الحراف معيالي طيب أنا فهمت وجهة نظر حضرتك وهقول لك على حاجة مهمة جدا 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 عايزين نعرفها مع بعض ما عنديش أي تمرين في منهج الأحصى كله بيتحل بالتباين طيب المال بتدهولنا في الامتحان اللي يا مصد أو بتدهولي في الكتاب ليه أو بتدهولي في التمرين اللي معاك في حلقتنا ليه أقول لك حضرتك لو اديتك تباين اعمل له جزر اعمل له جزر يبقى دايماً أي تباين ييجي معاك وهم موضوعين اللي هتلاقي جايلك التباين فيهم موضوع العينات بالتخصيص الأمثل وموضوع التوزيع الطبيعي الغير معيالي لو ديتك تباين هنا أو تباين هنا على طول بتجيب الجزر علشان تقدر تجيب لانحراف المعيال يبقى الانحراف المعيالي هو جزر التباين أي تباين في الدنيا يجيلك هات الجزر عشان تجيب لانحراف المعيالي لو تقدر تشتغل التمرين بتاعتك بصورة سهلة يعني ايه بقى الجزر المصدر؟ يعني لو حضلك انا قلت لك التباين 25 يبقى الانحراف جزر 25 ب5 لو قلت لك التباين 16 يبقى الانحراف جزر 16 ب4 لو قلت لك التباين ب4 يبقى الانحراف جزر التباين ب2 لو قلت لك التباين ب1 يبقى الانحراف المعياري جزر الواحد هيفضل 1 نرجع تاني للتمرين بتاعنا ونحل تمرين على التوزيع الأمثلي بيقول لي عندي ثلاث طبقات حجم الطبقة ألفين الطبقة الأولى ألف حجمها ألفين الطبقة الثانية به حجمها أربع تلاف الطبقة الثالثة جيم حجمها خمس تلاف طيب اقرأ كويس ويركز لانحراف المعياري بس يا مستر داداني الحراف جاهد ده رفع ليك يبقى أنا مش محتاجة أعمل جزء الدنيا جميلة معايا والراجل مديني لانحراف المعياري جاهد يبقى ما تعملش جزور ولا حاجة هتاخد الأرقام دي زي ما هي يبقى لانحراف المعياري للطبقة الأولى أربعة لانحراف المعياري للطبقة الثانية خمسة لانحراف المعياري للطبقة الثالثة عشرة عايز يوزع عينة قدراءة 390 مفردة بتوزيع الأمثل بص معايا كده في الإجابة هعمل جدول الطبقة حجم الطبقة لانحراف المعياري وبعدين طبعا احنا عارفين ان حجم الطبقة اسمه ميم هي والحراف المعياري سجمه هضرب ميم هي في سجمه هي يبقى 2000 في 4 ب8000 4000 في 5 ب20000 5000 في 10 بـ 50000 اجمع بقى العمود الرابع ده هو لو أن ميم هي في سجمه هي يطلع معاك بـ 78000 حظر تقولي 78000 دول مجموع ميم هي في سجمه هي الخانة الأخيرة دي نون هي اللى أربعين دي جات منين والمية جات منين والميتين وخمسين جات منين فاكرين للأجماعة العينة كانت قدرها كان قلت تلتمئة وتسعين هقولك برافو عليه بنفس الطريقة اللي حلنا بها التمانين اللي فات عندي الطبقة الأولى في العمود الرابع شايف كلمة تمانين ألف شايف الرقم ده تمانين ألف تحت ميم هي في سجم هي هتقولي تمانين ألف على مجموع العمود كله اللي هو التمانية وسبعين ألف في تلتمئة وتسعين اعملها كده مع نفسك بالقالة تمانين ألف على تمانية وسبعين ألف في تلتمئة وتسعين اللي هو القانون بتاعه بيقول لي ميم هي في سجمة هي على مجموع ميم هي في سجمة هي اطلع بره الكسر واضرب في النون يبقى 8000 على 78000 8000 على 78000 وبعدين اضرب في 390 يطلع 40 طب اللي بعدين 20000 على 78000 وبعدين اضرب في 390 يطلع 100 او كنت ممكن تقول زي اللي جاية دي 50000 في 390 على 78000 يطلع 250 اجمع بالقالة 40 زائد 100 زائد 250 يطلع 1390 بمنتهى البساطة قدرت تحصل على نفس الرقم اللي كان موجود في التمرين يبقى كده ساعتك حلية التمرين بطريقة سليمة والطريقة سهلة عندي سؤال كمان بيقول لي احسب معامل ارتباط بيرسون وبين نوعه ودرجته تكريم مع بعض معامل ارتباط بيرسون اللي هو بيصلح للبيانات الرقمية فقط واللي كنا بنسميه معامل ارتباط العزوم وكنت بعمل جدول من خمس خانات سين وصاد وسين فصاد وسين تربيع وساط تربيع وانت لاقي يا مستر كونت سين تربيع بس اقولك انت مركز وكل حاجة ولكن الكلام ده في الانحضار في معدد الحضار صد على سين اما في الارتباط بعمل جدول من خمس خانات يبقى الانحضار اربعة والارتباط خمسة تعالوا شوف معايا التمرين ده كده بقولك سين وصاد اربعة خمسة ستة خمسة اتنين تلاتة عشرة اعدي معايا كده هذه الكيم يطلعوا سبع كيم يبقى الانون بسبعة بعمل جدول من خمس خانات زي ما حضرتك شايف قلت السين جبت ارقام السين من ورقة الاسئلة اربعة خمسة ستة خمسة اتنين تلاتة عشرة مجموعهم خمسة وثلاثين اهي هدي ورقة الاسئلة عندك وبعدين الصدقاء التسعة اتنين تلاتة اهي تسعة اتنين تلاتة تلاتة اتنين اربعة خمسة مجموعهم كانت تمانية وعشرين يبس عدتك قلت مجي سين بخمسة وثلاثين وقلت مجي صاد بتمانية وعشرين يلا مع بعض قللي سين في صاد مع بعض اسمها ايه سين في صاد يعني ايه يعني هضرب سين في صاد وعملناها من شوية تعملين بالنحضار اضرب 4 في 9 بـ 36 5 في 2 بـ 10 3 في 6 بـ 18 3 في 5 بـ 15 2 في 2 بـ 4 و 3 في 4 بـ 12 و 5 في 10 بـ 50 اجمع العمود كله يطلع 145 كده معك 3 خانات اتجمعه مجسين بـ 35 مجسات 28 مجسين صاد بـ 145 خد بالك معاي عايزة جيب سين تربيع قلناها من شوية السين في نفسها يبقى 4 في 4 و 5 في 5 و 6 في 6 والكلام ده كله السين في نفسها 4 في 4 بـ 16 5 في 5 بـ 25 6 في 6 بـ 36 5 في 5 بـ 25 2 في 2 بـ 4 3 في 3 بتسعة 10 في 10 بـ 100 اجمع العمود الرابع يطلع 215 اخر حاجة في الجدول صاد تربيع اضرب الصاد في نفسها يعني 9 في 9 بـ 81 2 في 2 بـ 4 3 في 3 بتسعة وفي الآخر تجمع العمود بالـ 148 معاك القيم تقدر تجيب معامل ارتباط برسل نون في مجسين صاد ناقص مجسين في مجس صاد وتحت الجزر قصين شبه بعض قص للسينات وقص للصادات نون في مجسين تربية ناقص مجسين وكل تربية ونون في مجس صاد تربية ناقص مجس صاد الكل تربية نقدر دلوقتي نعود بالكلام بتاعتنا النون بـ 7 مجسين صاد 145 ناقص مجسين بـ 35 في مجس صاد 28 وعشرين تحت القص الأول نون بـ 7 في مجسين تربية 215 ناقص مجسين 35 الكل تربية القص الثاني للصادات نون بـ 7 في مجس صاد تربية 148 ناقص مجس صاد 28 الكل تربية بالآلة هيطلع 13 من 100 ارتباط طردي ضعيف كما أنا عندي من أنواع الارتباط معامل ارتباط سبير مان خد بالك كويس ايه الفرق بين معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبير مان هتقول لي انت حاضدك قلت ان معامل ارتباط بيرسون بيصلح للبيانات الرقمية فقط اما معامل ارتباط سبير مان بيصلح للبيانات الرقمية والوصفية وقلنا تاني معامل ارتباط بيرسون معامل ارتباط بيرسون بيصلح للرقمية فقط وبييجي من القيم نفسها وبييجي من القيم نفسها لذلك بنسميه معامل ارتباط العزود أما معامل ارتباط سبيرمان بيجي من رتب هذه القيم يعني لو أنا عندي السين والصاب بجيب الأول رتب سين ورتب صاب يبقى معامل ارتباط سبيرمان بيحسب من الرتب لذلك بيسمى معامل ارتباط الرتب بخلي بالك وسبيرمان ده بيصلح للبائلات الرقمية وبيصلح البيانات الوصفية معا يبقى سبيرمان يصلح البيانات الرقمية الوصفية أما بيرسون بيصلح للرقمية فقط يعني لو جالك سؤال في الامتحان يقولك معامل ارتباط نقط يصلح البيانات الرقمية فقط على طول انت عرفت ان ده معامل ارتباط بيرسون معامل ارتباط نقط يصلح البيانات الرقمية والوصفية ده على طول معامل ارتباط سبيرمان ومعامل ارتباط سبيرمان بيساوي واحد ناقص شرطة كسر ستة مجي فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد قلت لي ايه مجي فيه تربيع قولك فاكر لما قلنا معامل ارتباط سبير مان بيحسب من رتب هذي القلم قلت لي اه لما جبت رتب سين ورتب صاد بجيب الفرق بينهم وبعدين بربع هذا الفرق عشان يديني فيه تربيع بخلي بالك معامل ارتباط الرتب لسبير مان بيصلح للقلم الرقمية والوصفية وقت ييجي في تمرين قلم سين وصاد وحضرتك تبتدي تعمل جدول من ست خانات اللي هي السين والصاد ورتب سين ورتب صاد والفه اللي هي فروق الرتب والفه تربيع اللي هي مربع فروق الرتب وبعدين تبتدي تحسب بالقانون او ودي حالة مشهولة جدا ان يدي البيانات جاهزة يدي مجي فيه تربيع يدي ستة مجي فيه تربيع يدي النون وتشتغل حضرتك على البيانات الجاهزة دي وبتحل التمرين كله سطر واحد وخدت درجة جميلة وسهلة جدا تعالوا نشوف التمرين على معامل الارتباط سبير مهم بقول لي إذا علمت أن مج فيه تربيع بيساوي 40 والنون بيساوي 9 عايز أسألك سؤال مج فيه تربيع كان فيه قبلها رقم 6 قلت له لا يا مستر يبقى أنا لازم أحط ال6 يبقى لازم أحط ال6 وأنا بحل مج فيه تربيع بكام ب40 والنون بكام بتسعة احسب معامل الارتباط سبير مهم يا مستر أنا ملاحظ أن مج فيه تربيع مجاش قبلها رقم 6 يبقى حضرتك لازم تضربها في 6 زي ما هنشوف يبقى الريه بيساوي 1 ناقص 6 مج فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1 يبقى الريه بيساوي 1 ناقص زي ما اتفقنا أنا هضرب في 6 تمديني مج فيه تربيع كان بكام ب40 بس يبقى نضرب 6 في 40 على تسعة في 81 ناقص 1 يبقى الريه بيساوي 1 ناقص أو بالآلة مرة واحدة على طول لو عملت كده اكتب ورايا كده بالآلة 1 ناقص شرطة كسر على ضرور الآلة لو فيه مربعين وبينهم شرطة كسر ده على الشمال أيوة 6 فيه 40 على تسعة افتح قوس 81 ناقص 1 يساوي يقولها من الأول ثاني عشان لي مسك الآلة اكتب بالأمسح الآلة خالص قول لي 1 ناقص شرطة كسر 6 في 40 انزل بالسهم لتحت تسعة في 81 ناقص واحد يطلع على طول معك 67 من 100 يبدأ ارتباط طردي وطرس خد بالك معايا من التمرين المهمة جدا في الحلقة النهاردة تمرين معادلة الاتجاه العام او السلسلة الزمانية معادلة الاتجاه العام عندي السنة والصادرات اقول له على طول لما يجيني التمرين ده بعمل جدول الاول باختار السنة اللي في الوسط شوف كده السنوات اللي معك 91 92 93 94 95 96 97 دول سبع سنوات دول كم سنة سبع سنوات دور على السنة اللي في الوسط فيه او بتلي هي سنة 94 جميل هتعمل بقى جدول من خمس خانات وتيجي على السنة اللي في الوسط اللي هي سنة 94 وتحطه قدامها سفر طيب الجدول الخمس خانات ده اللي هو السنة نقلت السنوات اللي عندي والانتاج او الارباح اللي عندي الصاب نقلت اول خنتين اللي هم بالاصفر دول من ورية الاسئلة ادي ورية الاسئلة هي السادرات والسنوات نقلتهم او تاني الاصفر في الاصفر اهو وهبتدي اجيب خانة سين اطرح السنة الوسطى من كل السنوات واحد وتسعين نقص اربعة وتسعين دي سالب تلاتة اتنين وتسعين نقص اربعة وتسعين سالب اتنين تلاتة وتسعين نقص اربعة وتسعين سالب واحد اربعة وتسعين نقص اربعة وتسعين صف خمسة وتسعين نقص اربعة وتسعين واحد واثنين وتلاتة وبعدين بعمل سين في صاد وثين تربيع زي ما عملنا قبل كده عشان وقت حلقتنا بص معايا الالف بيساوي ايه بقى مجل سين صد على مجل سين تربيع يبقى الالف بيساوي 101 على 28 يطلع 3 و 6 من 10 البيه بيساوي مجل ساد على نون يبقى تقول لي 100 على 7 يبقى 14 و 3 من 10 بعد كده معادل اقتجاه العام اللي عندك صد بتساوي الالف سين زائد به وبعدين تعوض بالالف ب 3 و 6 من 10 والبيه ب 14 و 3 ولو عايز افضل قيمة او استدرات في سنة 2012 بجيب ترتيب 2012 عن طريق طرحها من 94 اللي عندك السنة الوسطى يديك 18 اعوض 3 و 6 من 10 في 18 زائد 14 و 3 يديك 79 و 1 من 10 اخر تمرين عندي عشان حلقتنا بيقول لي التوزيع الطبيعي طبعا قلنا الوسط الحسابي بيساوي 0 في التوزيع الطبيعي المعياري والانحراف المعياري بيساوي 1 احسب احتمال صادق اقل من سالب 2 ساعتك هترسم الاول الصادق اقل من سالب 2 هرسم الرسمة بتاعتي اقول له هحط السالب 2 اهي اسقط عمود على السالب 2 طبعا الصفر في منتصر المنحنة اسقط عمود عند السالب 2 وازلل مع فتحة العلامة اتجاه السالب ما لا نهاية وبعدين اقول له صادق اقل من سالب يبقى احتمال الاحتمال بيساوي نص ناقص المساحة اجيب مساحة السالب 2 هتقول لي مفيش مساحة سالب بربو عليك هات مساحة الاتنين وحطها هي هي مساحة السالب 2 يبقى نص ناقص علامة 4772 يديني علامة 0228 ودي مسألة كمان برضو نبص عليها على الشاشة بس سالب نص واتنين فبرسم مرة في السالب نص ومرة في الاتنين وبعدين بجيب قيمة الاتنين وبجيب قيمة النص وبجمعهم كده احنا استعرضنا مع حضراتكم موضوعات كتيرة جدا في علم الاحصاء وان شاء الله نكون قدرنا نغطي معظم اجزاء المنهج وباذن الله باذن الله نكون قربناكم من النجاح بخطوات على شاشة قناتكم المفضلة شاشة مصر التعليمية دايما دايما شاشة مصر التعليمية معاكم في كل اوقات الشدة والرخاء وان شاء الله تكون مصر بخير وكل ظروف كورونا تنتهي على خير ودايما دايما بشكركم واسكر قناة مصر التعليمية كان معكم مستر فتح عبد الكريم من نظر التربية والتعليم